قبل ما نتكلموا على الأداء الحكيمة ديال السيسامير الكزاز ننظروا على التعيين ديال السيسامير الكزاز لأننا في الأصل لأن هذه المسائل اللي ناس كيغفلوها فقط كيجيو تلك لأنها كتكون حيتيات لكتسبع التعيين إنما يمكنش أن الحاكمية الله خارج من المقابلة الأخيرة ديال الويداد مع أولاً في كوري بقال لي عرفات عدة احتجاجات وعرفات عدة احداث في هذه المقابلة الشيخ اللي عندها تداعيات في وسائل التواصل الاجتماعي في إداعات في التلفازة ولكن مع ذلك المديرية أنه ما استدعتش الحكام وما استمعتش للغاية دياله والأداء تحكيمة دياله في المقابلة هناك نحن أكثر من علامة التفام فهذا الانتقائية للتعامل مع الحكام سواء الحكام الشيخ أو الحكام الدوليين هذا المواطن الأول المواطن الثاني ما يمكنش أنه حاكم أنه معين للمقابلة ديال اليوم الخميس للمقابلة مهمة ديال الطرجة وما كنعرفوش الأداء دياله كيفاش غير يكون ما كنعرفوش ممكن يكون يتصاب أو لا توقع له شي حادثة وكيخرج في البروغرام ديال اليوم الأحد أنه معين للمقابلة ديال القسم الوطني الثاني ديال هناك نشوفو الناس المشرفين على القطاع التحكيمي كيفاش ينضروا الحكام وكيفاش يدبروا التعيينة ديال الحكام وكيفاش يحاولوا أنهم يقدموا صورة جميلة على الأداء التحكيمي فهنا هذي الحيثيات لأنه لا يمكنش أنه حاكم كيطال على الطرجة وكيخمم ضيجة مقابلة ديال القسم الوطني الثاني فهنا هذي كيكون عندها تأثير جانبي بحنا باش عاد ندخلوه ونهدروه على الأداء التحكيمي ديال سولاتي التحكيم ديال بقيادة سي سامير الكزاز وهشام أي تعبوه هشام مامي والحكام الرابع سي زرزاي لكن نوجوش ديال القارارات اللي هي مهمة باش ما ندخلوش تحيطيها دخولها ونكونوا واضحين مع المتسبعين ديال قناة الدار كان في الثاني الضيقة اللولة كان إلغاء هدف ديال فريق الوداد الرياضي بيدعوه أنه لا تسمعي الأحداد لمسكورة بالدوب ولكن في الواقع من إخلال الإعادات كثبان بأن الدار كورا بسيطة للم يكون هناك أي خطأ وربما باش الإنسان يشجل في دايقا له هناك يكون عندها تفقد الفريق بتركيز ويفقد مجموعة ديال المقوامات باش يكتهي غادث نالي خلال المقابلة كانت مجموعة قرار السحكيمية لحاول هذه الأوراق السراء بالنسبة للنقاش بالنسبة للمجموعة ديال اللاعبين لحاول يتغاضع لها الحكام لأنه كانت تأثير ديال احتجاجات ديال اللاعبين ديال الويدان وكايتبها هناك كتجي القرار ديال الخروج ديال التاق ناوتي اللي اعتارت الكورا دياله باليد دياله دياله ديال من غميل اللي يحاول يرفع عليه وجهة المرمى هنا الحكام اكتفى بتوجيه البيت قصفره كل وقت اللي انه كان قصصوه يخل شهر الكتاق الحمراء لانه كثير فرصة سانحة لتشجيل عن طريق لمس الكورا دياله ومنحها من من الدخول من الدخول في الشباك دياله المرمى المنافس مع العموم انه اللي احتجاج لم يكن فيه مستوى تطلقات الجماعية المغربية والشي اللي غادي خليه الردود فاعل كثيرا بالنسبة لها اشتركوا في القناة